موسيقى سامعين الكرام بيت الشعر في الخرطوم قبلة الشعراء من البلدان العربية اختتم أمس الأول مهرجانه السادس بمشاركة عدد كبير من الشعراء نخصص المساحة التالية لنتعرف على أبرز ما اجتمل عليه المهرجان راديو وتلفزيون دابنغا أجرى عدد من اللقاءات مع عدد من المهتمين والشعراء والإداريين وفي المغابلة التالية نستمع لإفادة من الرئيس نادي القصة الأستاذ نصر الدين عبدالقادر شهدت الخرطوم صباح أمس الخميس حراكا ثقافيا كبيرا في إطار افتتاح مهرجان الشعر العربي الذي نظمه بيت الشعر بالخرطوم تحت رعاية حاكم إمام عمارة الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسم والذي ضم عدد كبير من الشعراء من داخل وخارج السودان ومن قاراتهم مختلفة حيث شارك من السعودية الشعر حيضر العبدالله ومن مصر الشعر محمد المتيم ومن تونس الشعر سمية العقوب وعدد كبير من شعراء السودان الذين شكلوا لوحة جمالية وفنية كبيرة دورا اكتضت به قاعد وزارة التعليم العالي التي امتلأت عن آخرها وتحت تصفيق وتحت فرح وسرور مما قدمه الشعراء احتفاء بهم واحتفاء بالآداب والفنون وشهد أيضا المهرجان مشاركة كبيرة لدور النشر النشر الكتاب التي شاركت بمعرض للكتاب حيث تزاوزت دور النشر المشاركة أكثر من عشرة دور للنشر من داخل السودان وهو مما يضيف حراكا ثقافيا كبيرا للبعد الشعري والبعد الثقافي الذي ظل ينتهيه بيت الشعري بالخرطوم الذي منذ تأسيسه ظل رافدا للحركة الثقافية والإبداعية في السودان وكان الافتتاح بحضور عدد كبير من سفراء الدول العربية السفير سلطنة عمان سفير دولة الإمارات سفير الدولة اليمن وبحضور مدير بيت الشعر بالخرطوم ووزير الثقافة بالخرطوم حيث كان الافتتاح قد ابتدئ بلوحة موسيقية وشعرية قدمها عدد من الشعراء قرأوا فيها قصائد لجيل الرواد رواد الحركة الشعرية والأدبية في السودان نتجان يوسف بشير تاج السير الحسن إدريس جماع وحتى من الحداثيين أنفسهم روض الحاج وغيرهم من الشعراء ويستمر المهرجان لثلاثة أيام أمس الخميس واليوم الجمعة تستمر الفعاليات وحتى غدا نسبة واحد من الشعراء الشباب الشاعر محمد جدو الأدرديري وأدرديري ذا كان شاعرك في الافتتاح للمهرجان بتاع الشعر الكلام عن مهرجان الخرطوم للشعر العربي يعجز اللسان عنه فهو مهرجان سنوي شعري لا مثيل له في السودان وهذه دورته السادسة وكان افتتاح المهرجان لوحة شعرية موازية لمنديال كأس العالم في قطر وهنا منديال للشعر في الخرطوم التنافس فيه روحي والفائز فيه جمهور الشعر وقد شرفت بالمشاركة في لوحة الافتتاح مع صحبة رشيقة المغنى في أداء صور أرشق وأبعد معنا ومغنى لبعض شعراء السودان القدماء منهم والمحدثين وكانت اللوحة تحمل اسم شاعرنا العظيم الذي يحمل قلب طفل بريء الشاعر العظيم عبدالله شاب والذي رحل عنا قبل أسابيع إلى رحمة مولاه ولا شك أن نستحضار شعراء مثل محمد المكي إبراهيم إدريس محمد جماع ومحيد الدين فارس والدكتور محمد عبد الحي والأستاذ محمد عثمان كجراء وشاعرنا الكبير مصطفى سنت والهادي آدم والعظيم محمد مفتاح الفيتوري والتجان يوسف بشير والشيخ شعراء السودان عبدالله الشيخ البشير والشاعر العظيم صلاح أحمد إبراهيم إنه اتصال عظيم وهذا الاتصال لهو اتصال قوي بين أجيال الشاعر المتعاقبة وكما هو الحال في كرة القدم التي توحد العالم فالشعر قد سبق هذا ووحد العالم حيث يتصل الشاعر الجاهلي بسابقه والآن ما بعد الحداثة الشاعر موصول بأسلافه محمد جد أحمد الدرديري محطتنا الأخيرة نختتم بلغاء مع الأستاذة ابتهال مصطفى وهي نائب مدير بيت الشعر بالخرطوم تحية وتقدير لراديو دبانقة والتحية لكل مستمعي هذا الصوت الأثيري الذي شغل الناس مهرجان الخرطوم للشعر العربي في نسخته السادسة نسخة رفيعة بحضور الشعراء الذين يشاركون من الوطن العربي والأفريقي وبتشريف كريم من السادة السحراء والوزراء وضيف البلاد سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة تنتظم الأمسيات الشعرية والندوات والزيارات في هذا البرنامج وربما مشاركة أكثر من ثلاثين شاعر وشاعرة بهذه النسخة أعطى المهرجان بعدوء الكبير كذلك هناك مشاركات من تونس ومن المملكة العربية السعودية ومن جمهورية مصر كلهم جاءوا ليرسم لوحة السودان الشاعرة وجمهور الشعر في السودان كان حاضرا في الافتتاح بقوة وجمال هذا يعكس رسالة مهمة إن الثقافة والأدب لم يزل لها مكان ومتسع رغم الأحداث الكثير التي نمر بها البلاد والمشكلات الحقيقية وأن الحل الفعلي يعني الأزم السودانية يكون عبر هذه البوابات بوابة الثقافة والعلم والفكر هذه رسالة لكل المثقفين ولكل المؤسسة الثقافية في البلاد وخارج البلاد نحن في حاجة فعلية لإنشاء مثل هذه المهرجانات لتعزز من أدوار كثيرة وتغنينا عن كثير يمكن أن تمر به البلاد هذا المهرجان في نسخته السادثة يجدد للشعراء السودانيين شيء مهم جدا وهو وعد اقتطعناه في بداية افتتاح بيت الشعر أن نكون نقطة مضيئة نحن انتقلنا من مرحلة الأنشطة والبرامج العادية إلى المشروعات الكبيرة الآن في هذا العام أكملنا يعني 30 عنوان أضيف للمكتب العربية طبعتهم الشارقة لصالح الشعر السوداني وأكملنا بحمد الله جمهرة الشعر السوداني في جزء المعجم معجم من الدولة السنارية من العهد السناري وحتى الآن هذا يعني معجم ضخم للشعر الفصيح في السودان وهذه نقطة يعني كبيرة وعمل مشروع يحتاج سنوات بفضل الشعراء والباحثين أبو عاقلة إدريس وعبد الرحيم حسن حمزة عملها يعني عمل قوي جدا يضاف لأرصدتهم الشخصية ولأرصدت السودان في هذا الجانب الببلوغرافي كذلك يعني تقام ندوة عن الهايكو العربي والهايكو طبعا فرن ياباني هي محاولة من شعر السعودي حيدر العبدالله يعني جعل المحاكة والمهاكة موجودة على أرض الواقع وتتناول نقديا بشكل واسع من قبل النقاد والباحثين والأكاديميين كل هؤلاء شكلوا لوحة المهرجان الشاعرة ومسابقة الشعر السنوية ستكون نتائجها يعني في اليوم الختامي بإذن الله كل هذه الأنشطة هي نقطة مضيئة في سماء الخرطوم ونقطة مضيئة في سماء الشعر العربي نتمنى في العام الجديد أن نحقق شيئا مهما وأن ننجز ما يستحق لأن هذا البلد فيه كثير من الأصوات غير مسموعة وكثير من الأصوات مغمورة واتجاهنا إن شاء الله في العام القادم للولايات بشكل أوسع لأنها تستحق لأن فيها كنوز مخبوءة ولأن الأدب الفعلي موجود هناك يعني في العواصم الولائية وفي الفرقان وفي الحلال وفي مدارسنا في أقصى المناطق التي تعاني ما تعاني لكننا بإذن الله سنصلها جميعا وهذه المفاهيم الكبيرة التي أراها في الإعلام وفي دبنغا تحديدا ينبغي أن نكون جميعا شركاء في صنعها وإعادة تكوينها وتنزيلها على أرض الواقع تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله مستمعي راديو وتلفزيون دبنغا بنهاية حديث الأستاذة ابتها المصطفى نكون غد وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم التي خصصناها لمهرجان بيت الشعر البدى في الخرطوم الخميس ويختتم السابت وحتى جديد اللغة في حلقة قادمة لكم مني عاطر التحايا أنا حسين سعد مع السلامة